المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة الابتدائي. إذن اليوم عنا الدرس رقم ثلاثين المسافة على التصميم. إذن في الصفحة مائة وعشرة من الوحدة السادسة من كتاب المفيد. إذن ننتقل الصفحة مائة وعشرة لنبدأ هذا الدرس. رقم ثلاثين من دروس الرياضيات للسنة الرابعة الابتدائي كتاب المفيد. إذن أهداف هذه الحصة أن يحدد المتعلم مسافات حقيقية طلاقا من مسافات على التصميم. إذن غد نطلق من مسافات على التصميم وغد نلقو مسافات حقيقية. أن نقيس مسافات على التصميم. فهذا الدرس غد نستعمل مصطرة ونستعمل لقيات المسافة على التصميم أن نحل إلا وضعية مسألة مرصبة بقياس مسافات حقيقية انطلاقا من التصميم. إذن اليوم تقريبا الحصة كلها كالطور على ثلاثة ديال الحويش. كينا لدينا قبل أن نبدأ الدرس سنتكلمه. إذن لدينا المسافة على التصميم. وعندنا المسافة الحقيقية. وعندنا ما يسمى بالسلم. إذن السلم. إذن هنا يا هادا ثلاثة ديال العناصر هي اللي غاد نشتغل عليها اليوم. إذن السلم. إذن كيفاش غاد نخدمه؟ إذن عندنا السلم. مثلا غا ناخده واحد على مئة. هذا يسمى السلم. ماذا يعني هذا؟ يعني كل سنتيمتر في التصميم يقابله مئة سنتيمتر على الحقيقة. إذن هذا هو المعنى ديال السلم. كينا لدينا أيضا مقام السلم. مقام السلم. إذن مقام السلم في هذه الحالة هو مئة. لأننا غادي نخدمه مقام السلم بزاب. إذن غادي نعطيه مثال. مثلا عنا مثلا عندنا مسافة في التصميم. مثلا واحد سنتيمتر. هذه المسافة في التصميم عبرناها لقنا واحد سنتيمتر. بغينا نمشي ونشوف ها في الحقيقة شح القياس نتاعها. دونك شنو كندير. نضرب في مقام السلم. إذن هذه القاعدة اللي غادي نستعمله كثير اليوم. إذن نضرب في مقام السلم. ومقام السلم فهذه الحالة مئة. إذن نضرب في مقام السلم اللي هو مئة. وبالتالي إذا ضربنا واحد في مئة. فتعطينا مئة سنتيمتر. إذن هذه الطريقة باش نمشي من مسافة على التصميم إلى الحقيقة. ولكن احنا اليوم معناش من الحقيقة لتصميم لأننا أصلاب مكناش في الأهداف ولكن منفرد. منفرد عنا سنتيمتر. سنتيمتر. ليس المتر. إذن مثلا عنا ألف سنتيمتر. وبغينا نشوفه في التصميم ليس حالك تساوي. إذن هل نضربه؟ العكس نقسمه. نقسمه على مقام السلم. نقسمه على ليس على السلم. فرقه بين مقام السلم والسلم. إذن يعني نقسم على مئة. إذن ألف لقسمناها على مئة تعطينا عشرة سنتيمتر. يعني مئة. الف سنتيمتر في الحقيقة وكافئها على تصميم عشرة سنتيمتر. إذن شنو الهدف من هذا الشي هو أننا مثلا نسكن بغينا نرسمه الخرائط الطبوغرافية مثلا. نرسمه خرائط تحت الخرائط الجغرافية. إذن هنا ممكنش حنن نمثلو المغرب مثلا في الحقيقة على ورقة. ولهذا شنو كنديرو? كنديرو كنستعملو ما يسمى بالسلم. كنقولو مثلا الطريق اللي كتربط بين الريباط مثلا ومثلا وضار البيضاء. هادا الطريق مثلا فيها واحد عدد الكيلومترات. كنرجعها بالسلم سنتيمترات. إذن هذا هو الهدف من 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 السلم. إذن نبدأ لنفهم ونطبق ونطبق ما 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 تطرقنا إليه. إذن التصميم يمثلو. إذن هذا التصميم حديقة مستطيلة الشكل. رصمت بسلم واحد على اثنان. إذن واحد على اثنان ماذا تعني واحد سنتيمتر في التصميم يقابلها مئتي سنتيمتر في الحقيقة. إذن هذا هو السلم. مقام السلم هو مئتان. إذن أقيس بعدي هذه الحديقة بالمسطرة. إذن ده سنستعملوا المسطرة ونقصوا الطول متاعها. ونقصوا العرض متاعها. باستعمال المسطرة. إذن طولها ستة سنتيمتر. إذن طول متاعها ستة سنتيمتر. عرضها. عرضها. تقريبا. تقريبا. آآ. تمنينا لكون جاء عدد يعني مضبوط. تقريبا. ثلاثة فاصيلة سعد. نغل ناخده ثلاثة فاصيلة خ. هما ربما عمليات الطبعة ما سمحتش باش تخرج لنا. إذن ثلاثة فاصيلة سعد. إذن العرض ثلاثة فاصيلة تسعود سنتيمتر. والطول. هو ستة سنتيمتر. إذن. واحد على مئتان. يعني كل واحد سنتيمتر على التصميم يقابله مئتين سنتيمتر على الحقيقة. الشي اللي قلناه في البداية دير الحسن. إذن أحسب البعدين الحقيقيين. إذن دبعنا الأبعاد الغير الحقيقية اللي هي. ولا سمحتون نديرو هنا ربعة. دونك نديرو ربعة. من الأفضل أننا نديرو ربعة. وخاططنا ثلاثة فاصيلة سعد. من الأفضل نديرو ربعة. لكي يجدك شيء مضبوط هذا. حتى هو ما بغاو ربعة غير نورمال ما. فعملية الطبع ما خرجتش العملية كمان بها. إذا ما نديرو ربعة سنتيمتر. والذي بغايد يديرو ربعة ثلاثة فاصيلة سعد. إذن أحسب البعدين الحقيقة. إذن شنو قلنا. قلنا باش نمشيو من الحقيقة. من السلم. من تصميم عفواني. إلى الحقيقة. شنو غنضربو. في مقام السلم. إذن عندي الطول. ال esart pele جيد. أخير نقوم بالل يساوي 6. سنضربوه عفواني. سوف نضربوه. سوف نضربوه��의 مقام السلم. وهذه سوف يعطينا ست��고tw جونج単 you areGo. سوف نضربوه عفواني. سوف نضربوه ست박 SE mario X mi. هذا سوف ضربوه 6 في عفواني 120 سنتيمتر. في الحقيقة. بالنسبة لل لال. الغناج لبنضربوه W estart title. 4 في جوığımaste اسجم. يعني 800 سنتيمتر في الحقيق إذن هذا هو الجواب إذن عندنا الطول الحقيقي 1200 سنتيمتر ماشي متر والعرض الحقيقي 800 سنتيمتر إذن السؤال الموالي إذن نضربه في مقام السلم دائما أحسب محيطة ومساحة الحديقة الحقيقيين إذن قد نبدأ بمحيط الحديقة الحقيقي محيط الحديقة الحقيقي ثم بعد ذلك مساحة الحديقة الحقيقية لأن المحيط مذكر والمساحة مؤنت إذن هنا يا دا باشنو غاد نديرو كنعرف بأن المحيط ماذا يساوي المحيط هو L كبيرة زائد L صغيرة في إثنان يعني الطول زائد العرض في إثنان L كبيرة عندنا شحاب وعندنا 1200 1200 في الحقيقة زائد 800 هنا لاحظوا مزيلا بأن الختيار ديال 4 سنتيمتر كان مهم لاحظوا هنا يشتي الحسابات باش كتكون مضبوطة كتكون أفضل إذن هنا لدينا 1200 زائد 800 تغطينا 2000 2000 سنضربها في جوج إذن تغطينا 4000 سنتيمتر وإذا أريدناها بالمتر 40 متر إذن 40 إذا أريدنا نحولها لأن 400 سنتيمتر 400 ديسيمتر إذن 40 متر إذا أريدنا نحولها المتر لها كان أفضل لأن في الحقيقة كتكبر المسافات تتكبر ولهذا التحويل هنا لماذا تعلمنا التحويل في الرياضيات المساحة إذن المساحة S إذن تساوي الطول في العرض إذن الطول عندنا 1200 وغضي نضربها في 800 إذن هنضيلوا عملية حسابية بالكالكولاتريس باش ما نضيلوش أخطاء لأننا شمرات كان زعموك دهنيا وكان نرتكب الأخطاء فمن أحضل أننا نتأكد إذن عندنا 1200 غضي نضربها في 800 إذن كتعطينا إذن 96 إذن 960 ألف سنتيمتر مربع وإذا نريد أن نحولها إلى متر مربع ما سنفعله؟ نحذف وجوج أصفر ثم وجوج أصفر وسأعطينا 96 96 متر مربع 96 متر مربع فعلا لأن من البداية نحوله ونحضر جوج أصفر جوج أصفر 8 في 12 كتعطينا 96 وبالتالي فالجواب هو 96 متر مربع إذا نريد أن نحوله ونحتفظه بهذا الجواب ونحتفظه وما قالوا أننا نحوله ولكن نحن فضلنا أننا نحوله إذن ننتقل إلى التمرين واحد طوله 200 كبيرات 10 سنتيمتر على التصميم دائما نحن نتبهه لأننا نحن كيف تفعله أو أننا نتحدث عن الحقيقة إذن 10 سنتيمتر على التصميم سلم واحد على 100 ما طوله الحقيقي بالمطر إذن هنا إذن ما نقوله 10 سنتيمتر هو الطوله في التصميم نريد أن نتريد من الحقيقة سنضربه في مقام السلم سنضربه في 100 النتيجة ستكون بالسنتيمتر ومن بعد ما نفعله نحولها بالمتر إذاً الجوج إذا ضربناها في مية ستعطيناها مئتين سنتيمتر مئتين سنتيمتر وإذا نريد أن نحولها بالمتر إذاً لدينا جوج مئتين سنتيمتر هي عشرين ديسيمتر هي جوج ماتر إذاً لا يمكن أن تكون دومية فيها إذاً نحتد دومية في هذه الطريقة كبيرة بثبت ما لدينا مشكلة لذلك النتيجة هي هذه مئتين متر ستتنيئة وتسعين متر بسه إذاً ننتقل إلى التمرين الثاني رسامة فاطمة وسريرها بسلم واحد على خمسين يعني كل سنتيمتر في تصميم كتمتلوب خمسين كل خمسين سنتيمتر عقوان في الحقيقة كتمتلوب سنتيمتر على تصميم وحسب البعدين الحقيقيين بالمتر في دفتري ثم أكمل ملأ الجدول إذاً هنا نضر نفس الشي إذاً لدينا البعد لدينا السرير البعدين لدينا العرض نتاعه شحال جوز سنتيمتر في التصميم والطول نتاعه أربعة سنتيمتر في التصميم إذاً لدينا نشيء الحقيقة ماذا سنفعل؟ سنضربه في خمسين في مقام السلم نضربه كل من طول والعرض في البعدين في التصميم في خمسين إذاً جوجة إذا ضربناها في خمسين هذه تعطينا مئة سنتيمتر ثم أربعة إذا ضربناها في خمسين تعطينا مئة سنتيمتر ولكن هما طلبنا البعد الحقيقي بشكل مئة سنتيمتر إذاً سنحوله مئة سنتيمتر فهنا المازال ما تعوج أنه يحول الوحدات إذا ضربنا جيداً لذلك يجب أن تعودنا أن نحوله بدون يجدول إذاً هنا لدينا سنتيمتر عشرة ديسيمتر إذاً واحد مطر إذاً النتيجة هي واحد مطر إذاً العرض الحقيقي واحد مطر الطول الحقيقي عنا مئة سنتيمتر عشرين ديسيمتر إذاً جوج 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 ديال المطر إذاً الطول الحقيقي جوج مطر والعرض الحقيقي واحد مطر إذاً التمرين الموالي وضع مهندس تصميمًا لملعب لكرة القدم بسلم واحد على مياق أحسب البعدين الحقيقيين بالمتر إذاً نفس السؤال تقريباً إذاً عنا العرض ونبدأه بالطول طول ما حاله؟ 11 سنتيمتر في التصميم سنحوله الحقيقي وسنلقاها بالسنتيمتر ومن بعد نرى ما يفعله بالمتر كذلك بالنسبة للعرض العرض لديه سبعة سنتيمتر سنحولها الحقيقي ونضرب مقام السلة مغلقة نتيجة بالسنتيمتر ومن بعد نحولها المتر إذاً هذا هو الجواب إذاً كذلك نضربه في مقام السلم إذاً نضربه في مئة لا الطول ولا العرض إذاً إذاً سعطني 11 سنتيمتر إذاً ألف ومئة والسبعة إذا ضربتها في مئة سعطني 700 سنتيمتر ألف ومئة سنتيمتر هي مئة وعشرة ديسيمتر هي 11 متر لكني سبعمية سنتيمتر هي سبعين ديسيمتر هي سبعة تهيلمتر إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية لنكمل هذا الدرس حول المسافة على التصميم التمرين رقم 4 وضع كريم تصميما لسيارة والده بسلة من 1 على 5 دائما خسنت به السلم ولمقامه أحسب البعدين الحقيقيين للسيارة بالمتر في دفتري ثم أكمل ملء الجدول إذن البعد المصغر بالسنتيمتر البعد الحقيقي بالمتر إذن لماذا نقول البعد المصغر؟ ماذا يعني البعد المصغر؟ هو البعد على التصميم إذن بالنسبة للطول على التصميم إذن ما حال؟ هو 8 سنتيمتر والارتفاع هو 3 سنتيمتر هذا هو المعنى البعد المصغر البعد المصغر يعني صغرناه لنرسمه على التصميم نضربه في 50 ونحوله نضربه في 50 ونحوله ثلاثة إذا ضربتها في 50 ما سوف تعطينا نضربه في 50 لدينا 3 سنتيمتر هو البعد المصغر لنرى البعد الحقيقي نضربه في 50 سوف تعطينا 150 نضربه في 50 مقام السلم إذا سوف تعطينا 150 وإذا نرى البعد المصغر لدينا سنتيمتر سوف تعطينا 1.5 متر لدينا 8 سنتيمتر نضربه في 50 لأنه هو مقام السلم إذا 8 إذا ضربتها في 50 ونزيل الصفر 400 سنتيمتر 400 سنتيمتر 40 ديسيمتر 4 متر إذا النتيجة هي 4 ديلا متر 1.5 نعم 1.5 متر إذا ننتقل إلى التمرين الخامس التصميم يمثل منزلا مربع الشكل رسمة بسلم 1 على 200 2 مربع إذن هنا ننتبههم جيدا لكي نسمعهم مربع يعني هنا 6 سنتيمتر فهذا إذن هذه 6 سنتيمتر وهذه 6 سنتيمتر إذن الضلع الحقيقي للمنزل بالمتر المحيط الحقيقي للمنزل بالمتر إذن أولا نلقى الضلع الحقيقي يعني خلصنا 6 سنتيمتر نحولها إلى الحقيقة ونحولها بالمتر إذن عندي 6 سنتيمتر لكي نمشي إلى الحقيقة فهذا سنضرف في مقام السلم إذن نضرف مئة أسعين سنلقى النتيجة بالسنتيمتر ومن بعد نحولها بالمتر هذا الشيخ سنتعود عليه مزيلا إذن هكذا إذن نشوفه مزيلا 6 هو البعد ضلع المربع ضربنا في مئة أسعين وضربناها في مقام السلم لكي نلقى الحقيقة إذن ستعطينا 1120 إذن 1120 سنتيمتر 1220 سنتيمتر 120 دي سيمتر يعني 12 12 متر هذا الآن نريد المحيط الحقيقي وإذن نستعمل 6 سنتيمتر ألا نستعمل 12 متر بطبيعة الحال نستعمل 12 متر لأن نريد المحيط الحقيقي وليس نريد المحيط على التصميم إذن ده باش كنحسبوه مساحة عفوان موحيط المربع كنضرب ربعة ربعة غد نضربها 12 لأن المربع عنده نفس الضلع الطول يالو وربعة يلا ضربتها 12 كساتيني 48 متر ماشي متر مربع لأن الموحيط وحادي البعد هل يمكن حساب الأبعاد الحقيقية لكل من المكتب والسرير؟ هل يمكن حساب الأبعاد الحقيقية للمكتب؟ أين هو المكتب؟ إذن هذا هو المكتب والسرير؟ لا لا يمكننا لماذا؟ لا يمكننا لأن ليست لدينا أبعادهما على التصميم أبعادهما على التصميم لا لدينا الأبعاد لو كانت لدينا الأبعاد نحسبوه أي حاجة حقيقية ولكن احنا ما أعطونا الأبعاد هنا هو المكتب ولكن مش عارفين نحن الطول ديال المكتب والعرض؟ لا لدينا أبعاد لا لدينا الأبعاد ديال السرير ولا ديال المكتب وبالتالي لن نستطيع أن نحدد المسافات الحقيقية التمرين السادس وضع مهندس معماري أرشيتكت تصميما لناطحة سحاب بسلم واحد على ألف إذن أنجز العمليات في دفتري ثم أكمل الجدول إذن هنا يا شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا البعد المصغر مش كنتكلموا عن البعد المصغر يعني البعد على التصميم والبعد الحقيقي هو البعد على الحقيقة نحن نضربه في مقام السلم هو ألف ولكن لن نقسم من الحقيقة المصغر نقسمه نقسمه على ألف هذا الشي اللي شفناه في البداية الحصة خلالها بداية الحصة بكتلكم راشيوم الرأس لن نقسم منها لن نقسم من المصغر الحقيقة ولكن لن نقسم من الحقيقة لن نقسم من الحقيقة لبعد المصغر لن نقسم نقسم من المصغر الحقيقة لن نقسم من القسم من الحقيقة المصغر والبعد المصغر لن نقسم من المصغر ستعطينا 4000 سنتيمتر وإذا نريدها بالمتر لديها 4000 سنتيمتر 400 ديسيمتر لديها 40 متر لدينا 40 متر وهو طول هذا النطيح هذا الساحة إذا نريد الارتفاع نحسبه الارتفاع لديها 9 سنتيمتر 9 سنتيمتر وهو الارتفاع نريد المشي الحقيقة سنضرب 1000 ستعطينا 9000 سنتيمتر سنحول هذا المتر ستكون 900 ديسيمتر 90 متر الارتفاع هذا النطيح هو 90 متر لدينا العملية العكسية نريد المشي لدينا العرض المصغر لدينا العرض الحقيقي العرض الحقيقي 30 متر سنحوله إلى سنتيمتر لأننا نريد المشي نريد المشي نريد المشي نريد المشي العرض المصغر هو 3000 سنتيمتر 3000 سنتيمتر سنقسمها هذه المرة لا نضرب سنقسمها على 1000 لكي نلقى البعد المصغر العرض المصغر بالسنتيمتر سنحدف ثلاثة الأسفر وتعطيني ثلاثة سنتيمتر التمرين رقم سبعة تبلغ المسافة بين سيدي معروف ووسط مدينة الدار البيضاء بـ 8 سنتيمتر على التصميم ولكن بسلم واحد على مئة ألف أحسب المسافة الحقيقية بالكيلومتر نضرب السؤال الأول المسافة الحقيقية بالكيلومتر بين سيدي معروف والدار البيضاء ووسط المدينة ماذا سنقوم بعمل؟ نحن لدينا التصميم نريد الحقيقية 8 سنتيمتر سنضربها في مقام السلم يعني في 100 ألف إذاً 8000 سنتيمتر ما هي؟ لنستعمل الجدول إذن هنا 800 ألف سنتيمتر شحال هي هي 80 ألف ديسيمتر هي شحال هي 8000 ماتر هي 800 ديكامتر هي 80 هكتومتر هي 8 كيلومتر نحن نجد الحقيقة بين سيدي معرف وسط مدينة الضار البيضاء المسافة هي 8 كيلومتر يتنقل والد مريم على دراجته بـ 8 كيلومتر في الساعة هل يستطيع قطع هذه المسافة في ساعة واحدة؟ نعم نعم يستطيع لماذا؟ لأن المسافة لأن المسافة مسافة بين بين سيدي معرف ووسط المدينة في المدينة هي 8 كيلومتر 8 إذن 8 كيلومتر لو أننا لقنا هنا 10 كيلومتر لا يستطيع ساعة ما تكفيش خصوص ساعة وشوية لو كان لقنا 6 كيلومتر سيوصل قبل الوقت ساعة كافية يفزق ولكن سيجيبها قد قد سيوصل مع ساعة إذن بالدراجة بطبيعة إذن ننتقل إلى تمرين رقم 8 قوة متعلوماتي أراد أحمد وضع إطار خشبي لهذا المنظر الجميل إذا تطلب شراء ما يلزم 75 درهم للمطر الواحد فما كلفة هذا الإطار إذن هنا لاحظوا هنا معطيات الشحيحة ولكن كان المعطيات خراء إذن هنا لاحظوا مزيلا عندنا السلام عندنا هذا مربع الشكل إذن أراد أحمد وضع لهذا المنظر الجميل إذن هنا إذن هنا إذن هنا إذن هنا في نظري نجوج خسيارة يمكن نحسب الموحيط المصغر هذا الإطار الخشبي المربع الشكل ومن بعد الكلفة إذن نحسب الموحيط المصغر لأن عندي الضلع المصغر نحسب الموحيط المصغر ومن بعد الموحيط الحقيقي ومن بعد الكلفة هذا هذا احتمال الاحتمال الثاني يمكن نحسب الضلع الحقيقي ولموحيط الحقيقي ولكلفة الموحيط الحقيقي ونحسبوه الكلفة إذن نختاره مثلا نحسبوه الموحيط المصغر نحسبوه الموحيط المصغر ومن بعد من الموحيط المصغر إذن هدو ما إذن أولا الموحيطه المصغر من بعد الموحيط المصغر الموحيط الحقيقي ومن بعد الموحيط الحقيقي الكلفة هدو ما في حتمال الاخر هو الوارد اذا اسمنا في محيط مصدر نقوم بالعرفة اربعة في خمسة نحسب بفرماسي الحزارة لدينا في عرفة اربعة في خمسة يعني اربعة في خمسة اذا نقوم بفرماسي تعطي المحيط المصدر اذا ہم نحن بالعرفة على المحيط الحقيقي نضرب مقام السلم اذا عرفة مقام السلم يجب أن نعطينا 400 سنتيمتر ولكن نحولها لأنه قالوا لي 75 درهم للمتر لا نجعلها في سنتيمتر إذا ما ستعطينا في المتر يجب أن نعطينا 400 سنتيمتر 40 ديسيمتر يعني 4 متر إذن هذا الأيطار الخشبي يجب أن نسعه 4 متر نضرب الكلفة نحن نعرفه متر كي سوى 75 درهم إذن لا نريد الكلفة لنضرب كله نضربها في 75 إذن نضرب عملية حسابية إذن 4 مضربة 75 إذن يعطينا 300 300 درهم 300 درهم إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الدرس حول التصميم والحقيقة والسلم وإلى حصة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر